على أرض مدينة العاشر من رمضان التي تقع في نطاق محافظة الشرقية سلم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من عقود وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع تنفيذ 2100 وحدة إسكان في 110 عمرات سكانية بغرب الحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان نحن النهاردة نسلم مجموعة من الوحدات السكانية مشروع الإسكان الاجتماعي نحن ننفس في مدينة العاشر من رمضان 59 ألف وحدة سكانية نحن نتكلم في عدد سكان بس يشغل هذه المساحات حوالي ربع مليون نسمة وده يدل على أهمية المجتمعات العمرانية الجديدة في استعابة زيادة السكانية في الفترة القادمة الوحدات التي نسلمها وحدات زي ما حضراتكم شفتوا كده متشطبة والتشتيب بتاعها مقارنة بالسعر بتاعها هي تشتيب جيد جدا الوحدات الإسكان ومشروع الإسكان الاجتماعي اللي احنا بنعمله هو مشروع متكامل في المدارس والأسواق والخدمات الصحية والخدمات التعليمية والخدمات الإدارية الكاملة عندنا 38 مدرسة بتعمل حاليا في هذا المشروع وبالتالي المواطنين اللي بينتقلوا للمعيشة في المناطق الإسكان الاجتماعي اللي بتعملها الدولة دلوقتي اعتقد بيلقوا كل صبل للراحة والتهيئة واعتقد مستويات الإسكان الاجتماعي وكافة مستويات الإسكان اللي احنا بنترحها في الفترة الحالية هي بترتقي ان هي تكون على مستوى المواطن واهتمام الدولة به احنا عندنا آليات كتير لان الناس تعرف موقف الطلبات بتاعتها وتقدر تبلغ الشكاوي احنا عندنا الموقع الإلكتروني الناس بتقدر تكتب الرقم القومي بتاعها وتعرف موقف طلباتها لو فيه شكاوي معينة حد مش فاهم حالة الطلب بتاعته او عنده شكوى معينة عايز يبلغها بيانات اتغيرت بيقدر يتواصل من خلال الخط السخن بتاعنا الخط السخن بتاعنا النهاردة خدمه كلمتي يمكن اكتر من 7 مليون مكالمة انا اقدم عندي مليون عميل من اول ما ابتدنا المشروع النهاردة يعني زي ما بقول لحظاك 7 مليون مكالمة الناس بتاتصل لو فيه شكاوي احنا بنتعامل معها وبنرد عليهم في خلال 48 ساعة وسلم الوزير العشرات من المواطنين عقود تملكهم لهذه الشقق تمهيدا لاستلامها بعد الانتهاء من بعض الاجراءات مع جهاز مدينة العشر من رمضان كثيرون منهم كان منتظرا لهذه اللحظة وبعضهم يتمنى ان تتم الاجراءات دون تعقيد حتى وقت الاستلام الفعلي للوحدة السكنية احنا مقدمين من حوالي 2016-13-5-2016 كانت مسابعة عادية خلص مكناش متوقعين يعني انهم ممكن احنا نكسب شقة يعني زي ما بيقولوا احنا جربنا حظنا وبعدين المقدم بتاع الشقة كان 9000 وبعدين كان فيه اقصد سنوية على ربع سنوي 4000 جنيه وبعد كده حددونا مبلغ احنا دفعناه في البنك وبعد كده تصلوا بينا وبعتونا رسالة ان احنا نستلم العقد بتاع الشقة مع رئيس الوزراء فطبعا كان احساس حلوان حنستلم حاجة ملكنا يعني وحاجة كده من الدول انا تعبت من الايجار ونفسي في شقة برضاك انا استقرت هنا وشغلي في العاشر وقعد في الايجار من 2014 فتعبنا من الايجار في تقدم هاتشكات قدمنا والحمد لله واتصلوا بينا عشان نيجي ناخد العقد بس لسه فيه اجراءات تانية هنعملها وطبعا اكيد يعني الواحد ما يكون عنده شقة ملكه غير ما يكون قاعد ايجار بيطعب جينا النهاردة نستلم العقد يعني من الوزير كان لقاح جميل يعني بس والمساحة شقة 90 متر بس بقى لسه يعني الواحد شايفة دلوقتي يعني جميلة صراحة يبقى مانا جميلة مش وحش يعني وتنفذ وزارة الاسكان اعمال تطوير بالمحور الرئيسي بالمدينة وميدانية الكفراوي والرواد ورفع كفاءة طريق المحور الرئيسي وتنفيذ اعمال الزراعة والانارة وتوفير المياه والكهرباء لمجموعة من العمارات التي لم تدخلها الكهرباء بعد مشروعات الاسكان الاجتماعي تفرح حقيقة بتحصل في مصر النهاردة شفنا شقة بتتسلم في مدينة العاشر من رمضان شقة معقولة جدا 90 متر مقدم معقول وبقصات على مدار 20 سنة ده مش معناه ان ما فيش مشاكل وان الكل بيستلم لكن على اقل اللي بيقدم على شقة وبيستحقها بيستلم واللي عنده مشكلة بيقدر يتواصل مع صندوق التمويل العقاري من مدينة العاشر من رمضان فريد ادوار سي تي في